اشتركوا في القناة فبالمال يبني الدار وبالمال يتزوج وبالمال يشتري السيارة وبالمال يفعل ويفعل ولكن هل المال كل شيء؟ من ظن أن السعادة في المال أو في الجاه أو في المنصب فإنه يضرب في بحور التيه والله وحاله كحال من يحسب أن السراب ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقى مزيد كم من أناس عندهم من الأموال ما عندهم لكن الله عذبهم بها قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كاثرون كم من أنسان عنده من المال ما شاء الله تعالى ولكنه يئن تحت وطأة الوجع حياة جحيم مع أن المال كثير لكنه لا يجد طعم السعادة كيف تفسر أن كثيرا من الناس من الله عز وجل عليهم بكثرة الأموال فلا ينامون إلا بالمنومات ولا يهدؤون إلا بالمهدئات بل والله يضطر الكثير منهم إلى شرب المسكرات وتناول المخدرات وكم ينتهي الحال بكثير منهم إلى الانتحار إلى الانتحار ولا ينقصه مال لماذا؟ لأن السعادة كل السعادة في عبادة الله وحده وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الحياة الطيبة يوم أن توفق لكثرة ذكر الله جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بشيء قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل الحياة الطيبة يوم أن يستخدمك الله تبارك وتعالى في خدمة دينه لتكون داعية أو طالب علم أو مجاهدا أو ناصحا أو قائما على أسرة أو ما أشبه ذلك من هذه الأعمال العظيمة التي كلف الله تبارك وتعالى بها عباده لأن أقواما استخدموا في غير ذلك تماما أقوام حياتهم ضنك وعيشهم كد لأنهم في إعراض تام من عن طاعة الله وذكره والله قد توعدهم بذلك وكثير هؤلاء الذين أعرضوا عن ذكر الله وطاعته ولذلك حياتهم ضنك وشقا وعيشهم كد وعيشهم كد وعناء والله إن حياتهم كلها مشاكل وكلها معضلات وكلها خلافات والله لا يجدون التلذذ بنوم ولا بطعام ولا بشراب بل صدورهم ضيقة وقلوبهم منقبضة ونفوسهم مضطربة وأذهانهم مشوشة خرج طائفة من العصاه على عربة تجرها الخيول فنظر الحسن البصري رحمه الله إلى هذه الطائفة في هذا الموكب المهيب وهذا البهرج الزائف فقال والله حتى ولو تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية في قلوبهم يأبى الله إلا أن يذل من عصاه وأقول ويأبى الله إلا أن يعز من أطاعه وانتقاه فطاعة الله عز وطاعة الله سعادة وطاعة الله هناء وطاعة الله غنى وطاعة الله كفاية ومن يتوكل على الله فهو حسبه فإن حبك الله تعالى بطاعته فأبشر حتى لو أبغضتك البشرية كلها لن يضروك لأن ملك الملوك قد أحبك أما الآخر الذي أعرض عن طاعة الله وتمرد على الله أما الآخر الذي استكبر عن طاعة الله الذي آثر الشهوات والنزوات أما الآخر الذي أصابه الكسل فصار الكسل أحلى عنده من العسل فآثر الركون إلى الخمول الخمول والبطالة عن طاعة الله فإن الله يبغضه وإذا أبغض الله عبدا نادى على جبريل فقال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه اللهم عافنا فيبغضه جبريل ثم ينادي فيقول نادي في أهل السماوات أنني أبغض فلانا فينادي جبريل يا أهل السماوات إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماوات ولا يوضع له القبول في الأرض لا يوضع له القبول في الأرض يحال بينه وبين ما يريد من مصالح الدنيا والآخرة إذن أحبتي الحياة الطيبة يوم أن توفق لطاعة الله ورسوله لأن بذلك تحقق محبة الله لك والشأن أن يحبك الله جل وعلا ليس الشأن أن تحب الله بل الشأن أن يحبك الله لأن الدعاء محبة الله سهل ويسير لكن محبة الله للعباد أمر ليس باليسير إلا من يسره الله له الحياة الطيبة أن يكون الإنسان على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى مفهوم صحيح للكتاب والسنة وهو مفهوم سلف الأمة الصالح الذين رضي الله عنهم وأرضاهم ممن سبقون ممن شهد الله لهم بالخيرية وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانا رضي الله عنهم ورضوا عنه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ترجمة نانسي قنقر